مع أن العالم يدينك ويدين هذا النظام القائم بحيث أن الجزائر في آخر المؤشرات في كل شيء الجزائر في آخر المؤشرات تقريبا في كل شيء وما هو فقط في الاقتصاد في الاقتصاد وفي الصحة وفي التعليم تعليم العادي والتعليم الجامعي وفي الحريات وفي الصحافة وفي دولة القانون في كل شيء أصدقائي ديالي مرحبا بكم في قناتكم وقناتني وصف الخبار أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير أصدقائي ديالي كيفما تشوف تقديم تاعد الفيديو هو المعارض الجزائري العربي زيتوت كيتكلم حول الكذبة متى تبون من اللي كان قلبي أن عبد القدر الجزائري وجورش واشنطن كان جميعا موحد الصداقة وأنه كان هداه الكوابيس وكان هداه الأسلحة باش يقاوم ذات المستعمر الفرنسي ولكن هاتشي كله كان كذب وكان خرطي وأن الولادة متى عبد القادر كانت بعد الوافاة متى جورج واشنطن يعني ما عندهمش علاقة ما عندهمش كيفاش أنهم يتعرفوا واحد مات عدل آخر كانت تزاد يعني هذه واحد الكذبة اللي كانت تخرجت في عام 2020 وكل شي كان سرق لها الخبار وزيتوت غير حياة مرة تانية وتكلم على وزارة الخارجية الأمريكية والاستخبارات الأمريكية أنهم خرجوا واحد تتكلموا على موضوع متى الاقتصاد في الجزائر كأنه من أفشل الاقتصادات في أفريقيا وفي العالم وأنه كي يأخذ واحد مرتبة متدنية واحد الفيديو اللي جد رائع يصحق المشاهدة من عند العربية زيتوت سمعوش مو كي يكون في هذا الفيديو هذا ما تساوش خير الأراءة دي لكم في التعليقات وشجعونا بلايك باش ترسر هذا الفيديو ولما تساكش في قناة اشتراك في القناة تلقوا من بعد الفيديو السلام عليكم المتحدة بالنسبة لنا دولة صديقة وما ترفع بالدور متى الجزائر الكلام تاهم ومش كلام تاهم نصونا un P estabilisateur qui estabilis la P qui estabilis la region سيسي باريان باريان وذلك أخرى تربطنا بهم علاقات طيبة جدا نقطة تاريخ نحن الدولة ثانية اللي عطرهنا بالاستقلال وإلى المتحدة علي بغض النظر على مختلف اتفاقيات نتعى المرور المحرابي المتوسط شوف راح الميزي تعال مجاهد شوف الكواب يسلطهم نخرج جورج واشنطن للأمير عبدالقادر سي حالقة قديمة وحالقة معيش وعدوانية ومعنساش باللوية المتحدة تالي كانوا مستعمارة انجليزية جورج واشنطن والأمير عبدالقادر طبعا هذه ماشي مع صحفية الجزيرة هذه مكانت من قبل وأوجه فيها الحديث على جورج واشنطن والأمير عبدالقادر طبعا بين الشخصين كان حوالي 70 سنة أو 80 سنة بيناتهم فاضيحة حقيقة هل نشوفوا جورج واشنطن ماتا كان باش تعرفوا باللي يقول بارك هلين نظن اني كنت تعلقت عليها في وقتها لكن جورج واشنطن ولد في 1732 ومات في ولد في 22 فبراير 1732 ومات في ديسمبر 1799 يعني الأمير عبدالقادر لم يكن قد ولد عندما مات جورج واشنطن طبعا جورج واشنطن هو أحد كبار الآباء الثورة الأمريكية وآباء الاستقلال الأمريكي والرئيس الأمريكي آنذاك إلى آنخير لكنه مات 1799 لم يكن قد ولد الأمير عبدالقادر لأنه في إذا أنا متذكر الأمير عبدالقادر ولد في 1800 وشوية خلينا نشوفه أيضا بسرعة وأنه نشوفه أمامكم يعني لأنه خلاص المعلومة هذه العالم أصبح كبسة كبسة انت اعتليفون تخرج ما أظرك هانا نسق سوف الشيخ جوجل وش يقول الأمير عبدالقادر ولد في 6 سبتمبر 1880 كيف يتبون جورج واشنطن يعطي الأمير عبدالقادر هدايا وكوابيس كما قال إلى آخره وهو هذاك مات قبل ما يولد الثاني بسمع سنوات أو تسع سنوات كيف يتبون خلينا موش هذا هو الموضوع اللي شفت على جالها لكن فقط كي جت لما يقول بالأمريكان أصدقائنا أمس بالولايات المتحدة الأمريكية ففيه جايبين الإكزيكيتف الساماري وبعدين جايبين تفاصيل كم فيه تقريبا ممكن فيه 30 صفحة أو يعاد 30 صفحة كيف تنظر الولايات المتحدة إلى الاقتصاد الجزائري بل بعبارة دقيقة إلى مناخ الاستثمارات لأن التقريب اسمه مناخ الاستثمارات في الجزائر لسنة 2022 تقرير تقرير الأمريكي حول مناخ الاستثمارات في الجزائر سنة 2022 أتمنى عليكم أنكم تدخلوا تقرؤوا لمن يستطيع خاصة لما يتقل إنجليزي ولما يتقلهاش الآن رح يترجمة سهلة تحط الملف في جوجل أو في أي مواقع من مواقع الترجمة ويترجمولك باللغة التي تتقنها فترى كيف يتحدثون على اقتصاد الجزائر صراحة شهادة هي عبارة عن فضيحة في الخلاصة هم ما يقولوش للأمريكيين رحوا استثمروهم استثمروش الشركة الأمريكية لكن اللي يقرأ هذا التقرير مايروفش يستثمر في الجزائر يتحدث على الرشاوي يتحدث على ضعف البنيات الانفراستري كتير تغير القوانين يتحدث على صيرت على الرشاوي قال لك بلاد انت عرشاوي وانت عفساد مما أدي إلى تدمير هذا الاقتصاد فأنصح بقراته هذه خاصة بعد أكاذيب تبون عن أنا اقتصادنا وكل المؤشرات جيدة والعالم رح يقول على اقتصادنا الناس رح يعيش الناس ما تحتاج باش تسمعوش تقول العالم مع أن العالم يدينك ويدين هذا النظام القائم بحيث أن الجزائر في آخر المؤشرات في كل شيء الجزائر في آخر المؤشرات تقريبا في كل شيء وما هوش فقط في الاقتصاد في الاقتصاد وفي الصحة وفي التعليم تعليم العادي والتعليم الجامعي وفي الحريات وفي الصحافة وفي دولة القانون في كل شيء دائما نحن مع المجموعة الأخيرة لو قسمنا العالم إلى خمس مجموعات دائما نحن يا في المجموعة الرابعة يا في المجموعة الخامسة وأحيانا في آخر المجموعة الخامسة يعني في ذيل الترتيب كيف تخرج أنا اللي ليس قادر نستوعبها كيف يشتبون يقدر يلاقي الناس بعد ما يدير تصريحات مثل هذه ويقول نحن مؤشرات اقتصادية فمرتفعة ويشوفوا ويقولوا عنها اقتصادا بينما العكس يقولوا عليه الدول العالم المنظمات الخبراء يقولوا العكس ثم كما قلت ما نحتاجوش شعب جزائري ما يحتاج حتى باش يقولوا يشوف الحالة نتاعوا يشوف التدهور عاصمة الجزائر تعتبر من اسوأ عواصم العالم في كل التقييمات كان حوالي ستة وسبع جهات تدير تقييم للعواصم الست جهات أو سبع جهات من التفقيل على ان الجزائر تأتي في اخر العواصم لتشابها هي دمشق او لايغوس تاع نيجيريا احيانا واحيانا لايغوس خير منها او دكا تاع بنغلاديش او هذه اللي تشاب الجزائر مع ان موقع العاصمة الجزائرية موقع جميل جدا وتقع على البحر وتقع في هضبة تطل فيه على البحر الجزائر كلها تقريبا تطل على البحر ومناخ اذا نحينا منه جويليا واوت اللي فيه رطوبة شديدة وحرارة عشرة اشهر من المناخ ما بين الجيد وما بين المعتدل واشياء اخرى كثيرة جدا مع ذلك تعتبر العاصمة الجزائرية اللي يسكنها اكثر من اربعة ملايين خمسة ملايين تقريبا من اسوأ عواصم العالم والحياة فيها جحيم والسياقة فيها جحيم لماذا؟ كيف تقابل يتبون سواء اللي لقوك من الاجانب او من الجزائريين كيفاش تقابل بهذه الاكاذيب والمزعج ايضا ان الصحافية اللي هي جزائرية وتعرف الاوضاع وبؤسها مواجهتوش وقاتلو وين المؤشرات اللي رك تكلم عليها ها هم السيادك الامريكاء اللي رك تقول لها مصدقائك هاو شي يقولوا عليك ويرجعوا الناس للتقرير باش يشوفوه ولو كان نلقى فرصة ان شاء الله في اللايبات القادمة ممكن نقدم ملخص لمن يتابعنا هنا اهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة تانية على قناة يومي اسوأ الخبر كيفما تشوف هذا الفيديو وكانتمنى انه يكون الاعجاب ديركم وكيفما سمعتوه وشفتوه من خلال الكلام العربي زيتوش انه واحد الكذباء اللي ممكنت العقل انه يتقبلها مليك تقول واحد رحمات وواحد تولد من بعد الوافد ديل الاخر وقال لك ركنتبناتهم وحد الصداقة كانتمنى من هات الفيديو انه يلنى الاعجاب ديركم ما تساويش خير اراء ديركم في التعليقات ولا اعجبكم هات الفيديو خلوا لي الاعجاب فيه وانتلقوا فيديو جديد في موضوع جديد السلام عليكم